على المستوى الديبلوماسي ملف الصحراء المغربية شهد زخماً دولياً كبيراً خاصةً بعد اعترافات العديد من الدول بمخطط الحكم الثاتي كحل وحيد لهذا النزاع المفتعل دونالد ترامب الرئيس المنتخب في الولايات المتحدة كان اعترف بمغربية الصحراء في ولايته السابقة واليوم ينتصر في الانتخابات الحالية على منافسته الديمقراطية كامال هاريس بالمناسبة بعث العاهل المغربية الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى دونالد ترامب أكد فيها على أن المملكة المغربية والولايات المتحدة قد تمكنتا من إقامة تحالف تاريخي وشراكة استراتيجية لم تزدهما الأيام إلا رسوخاً مشيراً إلى القيم والمصالح التي يتقاسمها البلدان في مجالات واسعة مكنتهما من العمل معاً بشكل دؤوب لبناء مستقبل أفضل لشعبيهما وذكر العاهل المغربي في السياق بأن العلاقات الثنائية خلال الولايات السابقة لدونالد ترامب بلغت مستوى غير مسبوق حيث تميزت باعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الكاملة للمملكة المغربية على كامل صحرائها في موقف تاريخي سيظل الشعب المغربي ممتناً للرئيس ترامب به تاريخياً دونالد ترامب هو الرئيس الثاني في الولايات المتحدة الذي يدفر بولايتين رئاسيتين غير متتاليتين